قلد الأب عماد طوال كاهن رعية كنيسة اللاتين لفحيص نيابة عن المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بير باتيستيا باتسفالة باسمه وباسم سائر أساقفة اللاتين في الأرض المقدسة السيد يوسف عودي أبو دي بوسام البطريركية اللاتينية وشهادة تقدير وامتنان وذلك بحضور المهندس جمال حتر رئيس بلدية لفحيص والأب ميجيل بيرس وأفراد العائلة ويأتي هذا التكريم تقديرا لجهوده الدأوبة وتفنيه المتميز طوال فترة خدمته في كافة مواقع العمل التي شغلها لسنوات عديدة في مركز الوصفية المهني الثقافي ومؤسسة الكاريتاس والأكاديمية الأردنية للموسيقى ومجلة صوت الأرض المقدسة حيث ترك السيد أبو دي بصمة واضحة خلال مسيرته الحافلة بالعطاء بدعمه المستمر للكنيسة المقدسة والمجتمع المحلي وخلال تقليده الوسام أثنى الأب عماد على جهود السيد أبو دي متمنيا له عمرا مديدا بالصحة والعافية